اشتركوا في القناة موجود الآن في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و55 دقيقة من مساء الليلة موعد بث الحلقة اللي هو ليلة الأربعة على الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة الخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في برج الدلو الآن ولكن في ساعات العصر بده ينتقل ويصير في برج الحوت عشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر بيظل تأثير برج الدلو هو اللي مأثر على جميع الأبراج منشعر أن بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنا دي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس عادة من حولنا بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة ادخال تغيير على مظهرنا مثلا قصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مأثرة علينا لها فترة وفي زاوية اليوم رح تبلش تأثيراتها أول زاوية هي زاوية اللي هي التسديس الإيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي ضايلة لها يوم يعني بكرة بنتهي تأثيرها هي بتخلينا شوي نكون خجولين ولكن ممكن نرد بعنف شديد على أي شخص ممكن أنه يثيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع اللي بين المريخ وبين المشتري وهي طبعا مستمرة الساعة ليوم 12-12 هاي بتخلي البعض يحقق تقدم على حساب الآخرين يعني هي الاستغلال بمعنى آخر أنه أشخاص بتستغل أشخاص وممكن أنها تنسب أعمالهم أو مجهودهم لا إلها طبعا هي تأثيراتها معظمها على المؤسسات البنكية والمبادلات التجارية بتسبب نوع من أنواع الإضطرابات أو الخسارة أو تراجع في القيم المادية على الدول كمان هاي لها علاقة في تأثير على المناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي اليوم رح يبدأ تأثيرها هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون والشمس الموجودة بالقوس نبتون اللي موجود في الحوت يعني النار والمي مع بعض وهاي تأثيراتها يوم رح تستمر لغاية يوم 15-12 ده هاي بتجعل البعض يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع بالنسبة للوضع الدولي بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل الغطاع البحري وهي بتدل على أمور إلها علاقة بالسوائل إلها علاقة بالسفن بالبواخر بالبحر إلها علاقة برضو بالأمور اللي بتتعلق بالفيضانات بالطفان بالسيول بالغرق بالغازات أو تسروا بالغاز حوادث التسمم الجماعي ارتفاع أسعار النفط يعني إلها تأثيرات على كل شيء من هذا القبيل طبعا في إلها تأثيرات سياسية ومشاحنات ولكنها يعني بتكون مش بالشكل القوي مثل اللي احنا ذكرناه أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التسديس المنفصلة اللي هي الإيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي يعني بيتخلي إنه في جو عام من الود وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي هي من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهي اللي رح تضل مستمر تأثيراتها لغاية يوم 13 واحد بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وممكن بعض الأبناء يتمردوا على أهاليهم حتى دولياً بتدل على تغييرات أو أزمة مفاجئة في الحكومة احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واجتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا لليوم رح تبدأ تأثيراتها أو لليوم رح تتشكل ما بين القمر وما بين الكواكب الأخرى أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي أوجها رح يكون الساعة 2 و 6 دقائق صباحاً طبعاً هي تأثيراتها مستمرة لغاية ساعات العصر بنشعر بقوة الفكر والقدرها على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 8 و 52 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج تأثيراتها لغاية ساعات المساء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 9 و 59 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج يعني استمرارها طول اليوم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 10 صباحاً بتوقيت جرينيج رح يستمر لغاية الساعة 52 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 52 دقيقة بعد العصر القمر بصير نستقر في برج الحوت عشان هيك منصير نأخذ من صفات برج الحوت من ساعات ما بعد العصر فمنلاقي أنه بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ممكن نشعر بالضياع وما ننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانباً وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضاً من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى أو شراء الزهور أو اقتناء آل التصوير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتظلها أكثر حساسية اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية أول شيء هي بطة الساق والكاحل والساق ككل وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعاً ما ننصح العمليات الجراحية لهاي الأعضاء تحديداً باقي الجسم ننصح بالعمليات الجراحية ولكن مش في فترة خلو المسار إلا إذا كانت اضطرارية فهنا الأمر بيدلها بالنسبة لعمليات التجميل طبعاً اليوم مناسب بما أنه القمر والشمس والزهرة سعيدات فاليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن حاولوا أنه ما تعملوها في فترة خلو المسار لا تصلح لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصدغ وتصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا مناسب اليوم جيد ما أخذ يعني الاعتبار اللي هي خافضات الحرارة والمسكنات مثل البندول أو البرستيمول أو الربانين أو كل الأدوية اللي مركبتها برستيمول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بما أن القمر رح يكون موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 11-12 يبدأ فيه تمام الساعة 7 و39 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و45 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره 5 أيام في تمام الساعة 9 و14 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش القمر بيصير 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 اليوم سعيدة بنسبة 30% القمر في الدلو بده ينتقل للحوت رح يمكث في الحوت لغاية يوم 11-12 هو الآن سعيد بنسبة 45% ولكن في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 15% الظهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور بيت راجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بيظل النشاط ما بينك وبين الأصدقاء ولقاء الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية جيد ومنتهز من الآن لساعات العصر فعشان هيك بتنشطوا اجتماعياً تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوة أو يشارك بمناسبة معينة من الآن للعصر وبالنصح أن تحاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة في هذه الفترة لأنه من ساعات ما بعد العصر رح تدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر رح يصير في الحوت في بنت متاعبكم وهذه الفترة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكوا تحاذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير وبرضو تنتبهوا لصحتكم برج الثور طبعاً القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أهم شيء تخلوا علاقتكم مع رؤساكم زملائكم بالعمل جيدة ما تتغيبوا عن عملكم اليوم تحاولوا إنكم ما تشوهوا سمعتكم يعني حاولوا قدر الإمكان هذا بيت السمعة يا إما بعطيك إيجابية يا إما بعطيك سلبية وبشوه سمعتك طبعاً التأثيرات هاي رح تظل ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر بيصير الأجواء أحسن لأنه بيصير القمر في بيت الأصدقاء منكو أشخاص ممكن يلتقوا الأصدقاء منكو أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا باتصال أو لقاء أهم شيء أنكو تحاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ وممكن أنه تفقد صديق برج الجوزة القمر ما زال موجود في البيت التاسع فعشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر الأجواء جيدة على مستوى أمور السفر والاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالامتحانات الجامعية الأجواء جيدة حتى بتعزيز العواطف أو تعزيز العلاقات العاطفية أهم شيء اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد طبعا هذا الأمر لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر بتكو تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ممكن تنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية وممكن شوي يصير العمر إلو علاقة بوعود إلها علاقة ما بينكم وبين المسؤولين عنكم بالعمل أهم إشي أنك تحاذر من الاندفاع والتهور وحاول إنك ما تشوه سمعتك برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن من الآن لغاية ساعات العصر فعشان هيك ممكن تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي إنكم تتفقدوا حساب أو مثلا بعض الفواتير الالتزامات الدفعات أموال الشريك تهتموا بالقروض أو بالأمور اللي إلها علاقة بالمواريث أو بالديون إجمالا يعني الأمر المالي هو أكثر شيء رح يلفت انتباهك بالفترة هاي أهم إشي أنكم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة من ساعات ما بعد العصر الأجواء بتصير إيجابية لأنه القمر رح يصير في البيت التاسع لإلكم فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب أو أشخاص صغرباء أهم إشي إنكم تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء السفر تتفقدوا أوراقكم ومعاملاتكم أمتعتكم عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز الشراكاتكم سواء الشراكة المالية أو العاطفية القمر ما زال موجود مقابلكم وبما أنه بالمقابل هو بيعطي إيجابية على مستوى الشراكة وتعزيز الشراكة والتقرب من الشراكة ولكن بيخلي طاقتكم ضعيفة فعشان هيك يقولك دائما في فترة الطاقة الضعيفة انتبهوا من حركتكم وقراراتكم وانتبهوا لصحتكم طبعا هذا الوضع رح يظل مستمر لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن فعشان هيك يبتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء أنه في هذا اليوم أو من ساعات ما بعد العصر ما في داعي للمجازفات أو إهمال الأعمال لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل أو بالأمور المالية فعشان هيك ما في داعي للقرارات ولا تتهور بتوقيع أوراق بدون مراجعتها برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس فعشان هيك منقولكم واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم تنهوها عشان ما تتراكم عليكم حتى لو بتضطروا أنه تتعبوا شوي أو أنك تعمل وقت إضافي أهم إشي أنك ما تراكم الأعمال وفي نفس اللحظة ما تمسك أكثر من عمل في نفس الوقت هذا يعتبر بيت العمل والصحة فعشان هيك صحتكم شوي برضو بتكون بحاجة للرعاية والمراقبة ما فيه إشي خطير ولكن اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي بدو يراجع الطبيب طبعا هذا الوضع لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر القمر رح يصير مقابلكم برضو الأمور الصحية تضل على المحك لأنه طاقتكم ضعيفة فعشان هيك الإشي الجيد إنكم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء العملية أو المالية أو العاطفية أو ما بينك وبين الأزواج ولكن بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو في المنزل أو في العمل عشان ما تكبر المشاكل وبرضو في نفس اللحظة ابعدوا عن الوسواس وما تخلوا خيالكم يأخذكم لبعيد برج الميزان القمر ما زال موجود في البيت الخامس والبيت الخامس هذا يعني بيت الحضوض اللي بتعطيك حضوض على مستوى العاطفة على مستوى الأبناء على مستوى الأحبة هوايات كل الأجواء تقريبا بتكون إيجابية فعشان هيك بتظل العاطفة عندكم قوية وبتميلوا للتقرب من أحباكم والتجاوب معهم ولكن من ساعات ما بعد العصر رغم كل الإيجابية والطاقة والمكاسب اللي ممكن تحصلها من الآن لغاية ساعات العصر إلا أنه في ساعات بعد العصر الشوي الأجواء رح تضغط عليكم بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأعمالكم تحاولوا أن تنجزوا كل أعمالكم بشكل كامل وبرضو تراقبوا وضعكم الصحي ما في داعي للدخول بأي مواجهة مع زملائكم في العمل مهما كانت الظروف برضو بما أنه اليوم رح تتشكل بعض الزوايا اللي إلها علاقة بالمريخ منقولكم انتبهوا من الجروح والالتهابات والإصابات على أنواعها برج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم بما أن القمر ما زال موجود في البيت الرابع فعشان هيك بيظل الاهتمام إلو علاقة بالبيت والعائلة ممكن اليوم بعض المشاحنات أو الخلافات أو الاهتمام ببعض الواجبات البيتية أو العائلية يكون مرهقة كثير بالنسبة لك عشان هيك حاول أنك تضبط عصابك حاول أنك ما تدخل بصدامات أو مشاكل مع الكل وبرضو ما ترهق نفسك زيادة عن اللزوم طبعا الأجواء هاي رح تظل ضاغطة على البيت والعائلة ومشاكلها لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تصير إيجابية ودعمة لكم بشكل قوي بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم بيغلب عليكم شوية نوع من أنواع العصبية في بعض الأوقات ولكن إجمالا الأجواء إيجابية وخاصة للتقرب مع الأحباء والأولاد في منك أشخاص رح يمرسوا هواية معينة أو نوع من أنواع الترفيه أو التجميل خلال هذا اليوم برج القوس القمر ما زال موجود في البيت الثالث وهذا بيدعم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات بشكل كبير سرعة البديهة عندكم قوية قدرتكم على الإقناع ممتازة رغبتكم بالتنقل والاهتمام بأمور لها علاقة بالسفر أو الاتصالات عالية جدا ولكن في فترة كله المسار اللي هي من الصباح لغاية العصر اللي بدو يتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يركز بشكل جيد في نفس اللحظة بدك تضبط عصبيتك قدر الإمكان ما في داعي للإنفعالات لأنه الشمس الموجودة عندك اليوم رح تشكل زاوية تربيع وفي نفس اللحظة انتبه من الوسواس يعني والشك والغيرة والشغلات هاي في ساعات ما بعد العصر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أكثر ولكن حاول انك ما تفتعل خلافات في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حد وهذا الشيء ممكن يسبب بعض الخلافات الكبيرة حاول انك تضبط أعصابك وتستغل الفترة القادمة اللي جاي اللي هي لما يصير في البيت الخامس لإلى كله في الحمل ولكن الآن لأنه الضغط كله على مستوى البيت بحاجة للمراعاة والمداراة برج الجديد القمر ما زال موجود في بيت المال وبما أنه في بيت المال لساعات العصر بدكو تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وبدكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع حاولوا انك تنتبهوا لأموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين الأجواء جيدة على المستوى المالي فمنكو رح يحصل أو يحقق بعض المكاسب اللي بتيجي إما من عمل إضافي دعم مستردات هبات أموال لإلهم ممكن يحصلوها في ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث فعشان هيك رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات بشكل كبير وبتكون شوي عندكم رغبة بالتواصل مع الكل أو رغبة بالاهتمام بأمور العلاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات زي السيارات والأجهزة الإلكترونية ولكن شوي مزاجكم ممكن يكون حد شوي بتكون تنتبهوا من أي سوق تفاهم عليكم الحذر أثناء السفر والتنقلات وخياة السيارة بين المدن ما في داعي للتهور أو العجلة أو السرعة يعني بدك تتأمن برجدل طبعا القمر ما زال موجود عندكم وهذا الشيء بعطيكم نشاط عالي جدا وطاقة كبيرة مع هيك حاولوا انكوا ما تبادروا لعمل جديد وخصوصا في فترة خلو المسار يعني حاولوا انكوا بس تواصلوا ما بدأتم فيه من قبل من أعمال حاولوا تنجزوا الأعمال اللي موجودة بين إيديكم اليوم الطاقة عندكم ممتازة جدا وعندكم رغبة إلى إنجاز كثير من الأمور حتى فيه نوع من أنواع التعامل ما بينكم ما بين الجنس الآخر في ساعات ما بعد العصر بتنهمكم في أمور إلها علاقة بالميزانية مثل ضبط ميزانيتكم أو التزماتكم أو فواتيركم أو ديونكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو حتى مع الزوج الأسباب كلها بترجع للأمور المالية عشان هيك هذا اليوم بتكون تتجنب والأمور اللي إلها علاقة بقرارات المال أو مشاريع جديدة أو أمور التبذير يعني بمعنى آخر بدك تراقب وضعك المالي وبرضو بدك تنتبه من بعض النصابين والمحتالين أو من سرقة أو يعني نصب عليك وتروح فلوسك برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في الدلو بيت المتاعب ورح يستمر في الدلو لغاية ساعات ما بعد العصر عشان هيك بتظل تحسين أنه نوع من أنواع التعب مسيطر عليكم فيه التزامات كثيرة بترهقكم فيه عليكم واجبات كثيرة برضو حاسس أنه الجو حواليك ضاغط بشكل كبير طبعا بسبب وجود القمر في بيت المتاعب والزاوية اللي اليوم رح تتشكل ما بين ابتن وما بين الشمس اللي بلشت تأثيراتها اللي بتضغط عصبيتك وبتخليك شكاك أو عندك وسواس أو قلق زيادة عن اللزوم فعشان هيك ما تخلي هذا الوسواس يسيطر عليك لأنه حتى رح يسيطر على أحلامك يعني كوابيس أو أوهام من ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تتغير وتصير أفضل لأنه رح تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن برح يظل مزاجكم شوي في نوع من أنواع الضغط وبتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نوع من أنواع النزاعات مع محيطكم أو مع الأشخاص اللي أنتو بتتعاملوا معهم هيك منكون وصلنا لنهاية الحلقة ففي النهاية دائما نشكر الأشخاص اللي بيعلقوا وبشاركوا بحطوا لايك وبدعموا القناة فشكرا جزيلا لكم جميعا أنا بقرأ كل التعليقات قبل ما أسجل الحلقة يعني فيه تعليقات بتيجي ما بعد فمن أجلها للي بعدها إذا كان الحلقة اللي بعدها يعني إذا كان الموضوع بحاجة لبعض التعقيبات ولكن شكرا للكم كلامكم برفع من معنوياتي بشجعني على إني أظل مستمر حتى لو مهما كانت الظروف عندي بتحامل على نفسي مقابل إني أنا أظل متواصل معاكم لأنه أنتم بتستحقوا كل الاحترام والتقدير والود وكل الجهد كمان في نفس اللحظة شكرا جزيلا للكم احترامي وتقديري لما بعلقوا أني أشكرهم باستمرار وأكتب أسماءهم فهذا حق لهم ما تعتبوا عليهم بالعكس بتمنى أنه كلكم تصيروا منتسبين في القناة وأشكركم جميعا وأكتب أسماءكم كلكم في نهاية الحلقة ويكون لكم التمييز الكامل لكن بعرف الظروف وبعرف الوضع مش الكل بيقدر على هذا الشيء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر